صلى الله عليك وأمك لها قلبة واخيك الحزن السبت المتبع السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على النساء الثاكلات السلام على الشفاه الثاملات السلام على الملائكة الحافين بقبر الحسين المستغفرين لزوابهم جميعا فياليتنا يبنى الزهراء فياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ماذا أقول لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عطرة الهادي فشتتهم فلا ترى جامع منهم بشخصين قبوره لسان لغلامته بعض بطيبة مدفون وبعضه بكربل وبعض بالغريين وأرض طوسل وسامر وقد ضمنت بغداد بدمين حلا وسط قبريني يا سادتي ألمان أنعى أسان والمان أبكي أبكي بجفنين من عيني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مبصد هدا قل قل وحسنا فإن الحسن أخو الحسين أبكي على الحسن المسموم مبصد هدا أم الحسين لقان بين الخميسين مدرش جناتو في دهاركم شمسوي مدرش جناتو في دهاركم يا هلبيت حتى وماكم بالملودي تشتيتو وشلت عليهم يا دهار حتى استوفيت مدرش جناتو حتى تاخذ جواك ولا بلد إلا أوفيها منهم الرغوز لا تألف المصار المصار عظيم ولا بلد إلا أوفيها منهم منهم جمار الكربل الدفن وحسينا وإنما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وإنما يستدلوا على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن رباده ماذا أقول بعد أن سمعتم من كلام السيد الغريشي؟ السيد أبو سيد محسن؟ وماذا أتكلم؟ ولكن خلوص السيد أحمد الشخصية إذا كانت شخصية أثرة جذابة لها وقوة الكبير في النسق فإن الشخصية نفسها هي التي ترتيك الإنفلاق وتجعل الكلمات تمساب أمامك حتى تتحيل أي كلمة تختار شخصية السيد أحمد رحمة الله عليه بود أن أقف أمام المزام مزام أهل البيت في التقييم سلام الله عليهم ثم أمتلك منه هذا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب أحد ولاته ويقول له لا يضرنك هذا المنصر الفاني الذاهب ولا تجعل من منصلك وسيلة لدنياك فإنك تنتهي انتني إلى الله تبارك وتعالى انتني إلى ربك عز وجل الشخصية بانتمائها الشخصية بالجعة التي تنتني إليها أنت ليست بجسمك الصغير يا مالك أنت بجسمك الكبير إن كنت بجسمك الصغير حتى وإن ملقت مصرا وصلت واليا عليها فسوف تنتهي بانتهاء هذه الولاية بل قد تموت قبل أن تموت فإن الولايات مضامير الرجال والامتحان الكبير للناس فاصنع لك حياة واصنع لك وجودا بصدقك مع إمامك وسيدك أمير المؤمنين عليه بن أبي طالب أنا إمامك النبي وأعلمك الحياة وأعرفك كيف تخلد وتبقى خذ بقاء من بقائي خذ حياة من حياتي انتمي إلي انتماءاً صادقاً ارتبث بي ارتبث بعلي بن أبي طالب عليه السلام ارتباطاً شاملاً علي هو العقيدة علي هو الأخلاق علي هو الخيام علي هو العدالة علي هو الإنسانية العظيمة علي هو أبلغ لسان لمحمد صلى الله عليه وآله علي أبلغ لسان للقرآن كما قال مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سأله أحدهم وقال له هل فسر رسول الله نرى المسلمين يختلفون في تفسير القرآن أعود إلى لغة الخطابة أرى المسلمين يختلفون في تفسير القرآن أكان رسول الله لم يفسر القرآن قال بلى، قال الصادق عليه السلام بلى، فسره لرجل واحد وفسر للناس، وفسر للناس شأن هذا الرجل وعلى كل حالنا الذين انتموا الانتماء الصادق صار لهم البقاء وما مات مالك من الحارث الأشتر وما مات ليس مهتمار وما مات عمار بن ياسر وما مات أبو ذر وهؤلاء الصادقون الذين انتموا إلى أهل البيت سلام الله عليهم انتماءا صادقا وإني إذ أندحك يا سيد أحمد المدح للمؤمن ليس مدح شخص الله يجري مدحه على لسانك وأنت تتكلم لا يتشعر برياء ولا تشعر بتصنع الشخصية تقف أمامك وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عبادة لا أريد الإطالة عليكم بعض الخواطر القليلة قليل في حق السن بدأت معرفتي بالسيد أحمد رحمة الله عليه أول التقيت بأبي السيد علم الوريفي رحمة الله عليه في سنة الثامنة والستين سنة ذهاب إلى رجف الأشرف وكنت في تلك السنة أقرأ معاه الإستاذ السيد شرف الخابولي ذكره الله الخير ففي تلك السنة كان السيد يبيت عند السيد علوي فقال نذهب إلى بيت السيد علوي الوريفي وأنا بعدي أمري خمسة عشر سنة أكاد أن أدخل السادسة عشر فجيت تلك الليلة وبيتنا عند السيد علوي وتعرفت عليه وكانت ليلة ما شاء الله على كل حال في تلك السنة ذهبت إلى نجس سنة الثامنة والستين في ربيع الثاني على كل حال وصلنا إلى وصلت إلى النجف الأشرف حتى أذكر أن السيد سعيد الوداعي حفظه الله والذي ناداه قال لي الحال لدار من دل بيت السيد فإيجا السيد وكان بعض لبيت عنا تذكر سيد سيد وقد عم بس يا شرف كذا لا أريد أن أسهل في هذا الأمر مهم أن السيد شرف بعد مدة قال لي لقد جاء السيد أحمد من البحرين سيد أحمد وصلت إلى سنة الثانية وستين يجنب البحرين سيد أحمد ونزوره فرحنا وكان نازل في بيت الشيخ أحمد مال الله رحمهم الله جميعا وطلع علينا الله يرحمه على كل حال حديث الأخوة ومحبة الذكريات كيفما كان بدأ جامته كذا بحمايته كانت الأول المعاريس حمم العيادية طلع علينا بحبلة تجزينة عرصه رحمة فضع عليك يا سيد أحمد تقبل سيد شرف كذا على كل حال سلم وكانت العلاقة بالسيد أحمد رحمة الله عليك السيدة عن أي شيء نتحدث كثير الأشياء كثيرة الأمور كثيرة أريد أن أذكر بعض الأمور عن هذا السيد النجيف سيد أحمد تلك السنة التي لقيته فيها كان بيدخل السنة الثانية قلية الفقر بينتقل إلى السنة بيدخل السنة الثانية السيد حفوه هو أبو سيد نحسن كان بيدخل السنة الثالثة وكان أبو سيد نحسن يكتب رسالته في قاعدة أستغفر الله كان بيدخل السنة الثالثة بل وكان السيد الشيخ أبو سامي أصلح الله أحمد لنا وفرج عنه كان الشيخ أبو سامي في السنة الثالثة وكان يكتب رسالته في البكالوريوس في قاعدة لا ضرر ولا ضرار بالضبط في تلك السنة سنة اللي دخلوا السنة الثانية كان السيد أحمد في السنة الثانية يعني أذكر رفقاءه رفقاء الدراسة السمونة الأكاديمية الدراسة الجامعية كان رفقاءه من البحرين كلهم انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل وكلنا إلى رحمة الله تبارك وتعالى من من كانوا مع السيد أحمد في تلك المرحلة أستاذ عبدالله أستاذ عبدالله النعيم رحمة الله الشيخ علي الأصفور رحمة الله عليه الشيخ عبدالله المدني كلهم أولا تخرجوا في سنة يعني دخلوا كلية في سنة واحدة وأنا أدركتهم دخلوا في صف الثاني أو في المرحلة الثانية في كلية الفقر تلك الأيام أبدعني مرحلة نعم أبدعني مرحلة مرحلة أبدا نعم أبدا 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 أبي 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 مرتبة مرحلة بعد مرحلة ودرس السطوح دراسة متقنة وأذكر في أيام دراسته للمكاسب كان معه قرينام من ثقله الشيخ عبد الأمير الجمري رحمه الله والشيخ محمد ابن الشيخ مرصور رحمة الله عليهم أجمعين وأذكر كيف يمشون سنيعا وهم يحملون كتاب المكاسب ذلك الكتاب الطبع الأولي الثقيل وهم يمشون يسارعون إلى الدرس عشاق علم عشاق فكه عشاق تفقه تلاحف من همان لا يشبعان طالب المال وطالب العلم فلقيت دراسته في كلية الفقه ومع هذا ما اكتفى أنه واصل وأخذ الماجستين وأخذ الماجستين بعد البكالوريوس أنا ماذا أقول اقرأوا هذا السيد في وعيه في أبعاده الفكرية على مستوى المدرسة الإسلامية انظروا إليه فيما يختار من أمور اقرأوه في البكالوريوس وهو يختار اللغة العربية والعلوم الإسلامية أنا أتحدث بأخذ العلماء سيدنا المعراب سيد محسن تعلمون أن من أهل البيت علوم يقول الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام لما أن سئل ما معنى قول جدك الصادق سلام الله عليه احيوا أمرنا فقال عليه السلام أن تتعلموا علومنا وتعلموها الناص السيد أحمد الغريث قدس الله سرة كيف احتم بعلوم الإسلام وعلوم أهل البيت وكيف احتم بأهم آلية أحبتي أنا أتكرم بمحظر علماء وليس من حقي أن أتحدث ولكن خطابي للشباب وإن كان شباباً واعياً بصيراً ولكن أقول له لا يمكن أن تستغني عن أهل الفن ولا يمكن أن تستغني عن العلماء فالعلماء أعرف بالإسلام وأعرف بالمقدمات مقدمات العلم فانظروا إلى هذا السيد رحمة الله عليه صلوا على محمد وعال محمد فانظروا لهذا السيد رحمة الله عليه كيف احتم بأهم مقدمة لعلوم الإسلام العلوم الإسلاميين ما هي العلوم الإسلاميين؟ علوم الإسلام؟ العقائد من علوم الإسلام العقائد الإسلام الإسلام واقعية الإسلام الإسلام هو الواقع هو دين فطرة هذه الواقعية طبعاً واقعية الإسلام في عقائده واقعية الإسلام في أخلاقه واقعية الإسلام في فقهه وواقعية الإسلام في شدة أنظمته هذه الواقعية لا تلمسها إلا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم إشكالات تطرح إشكالات وشبهات حول الإسلام لا يمكن أن ترد عليها إلا مدرسة جعصر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام السيد أحمد وضع هذه اللقطة هذه العلوم لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا باللغة العربية فكتب عن اللغة العربية ولما أن كتب عن اللغة العربية معناها وجه المتخصص إلى اللغة العربية بكل فروعها اللغة العربية في نحوها نحو صرف بلاغة كل آليات الله اختار هذا الجانب اللغة العربية وعلوم الإسلام بها بها ما شاء الله شلون بعت عظيم شلون تركيز على أمر عظيم لأنه قد يكون الشخص عند إحاطة ببعض علوم الإسلام وعند ثقافة ولكنه هش في وقدماته في جانب اللغة مثلا أو بعض علوم اللغة السيد كيف كان يؤكد على هذه الجنبة ثم انظروا إلى رسالته في الماستر في الماجست كتب عن البراءة وهذا بحث البراءة طبعا أنا أمام علماء بحث البراءة يبحث الهنفقها البراءة النظر إلى حقيقة البراءة شنو الموقف منها الفقه ماذا يكون موقفه عندما يفقد الدليل يرجع إن كانت هناك أدلة تحدد له وظيفة أخذ بها وإن لم يكن هناك جليل يحجد له وظيفة هذا كلام العلماء وليس بكلامي أنا أستفيد مستفيد على كل حال بس لأجل الناس فإحنا الفقه لما يفقد الأدلة الجليل لا يقف على دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع الكاشف هنا يرجع إلى ماذا إن كان الشر حدد له وظيفة أخذ بها وإن لم يحجد له وظيفة فالوظيفة يحددها ماذا يحددها العقل فهنا تجي مسألة العقل ماذا يقول مدرسة قالت أن العقل يقول الأخذ بالبراءة وما كنا على كل حال البراءة العقلية ولذلك يذهب بعض الفقهاء مثل الصاحب الحدائق رحمة الله عليه إلى أن العقل هو البراءة هو البراءة طبعا إجوا العلماء توسعوا وطرحوا العقل وأن العقل ليس هو البراءة وإنما العقل أوسع من البراءة أكون قضايا واقعية عقلية قبح العقاب بلا بيان قبح التكليف بغير المقدور قبح تأخير البيان إلى ما يفوت الفرصة أكو أشياء العقل يذرق قبحها على كل حال فكانت مجرسة تذهب المجرسة الأصولية المشهورة تذهب إلى البراءة العقلية إلى أنجل سيد محمد باقر الصدر قدس الله سره وقال بالإحتياط العقلي أن العقل يدعو إلى الإحتياط السيد أحمد قدس الله سره فرح البراءة مطلب البراءة وانظروا إلى الربط بين هذين الطرحين على كل حال مختلفة الأخيرة التي يريد أن نتحدث عنها السيد أحمد في جباسته قدس الله سره صلوا على محمد ومحمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم بحث الخارج البحث الخارج خارج السطوح خارج الكتب طبعاً فرق بين البحث الخارج وبين كتب السطوح كتب السطوح يعني تدرس المكاسب والرسائل والكفاية ومستواها مستوى الخارج ولكن الذي يدرسك يطرح يقرر لك ما يقوله ما يقوله صاحب الكتاب أما بحث الخارج كما أريد يعني معذرة أني أتطفل يعني بحث الخارج صاحب النظرية نفسه يطرح النظرية بكل توسع وبحث الخارج قد يجمع التلبيب والأستاذ رحمك الله الشيخ محمد يقول بحث الخارج قد يجمع التلبيب الأستاذ يصير أستاذ وهو فقيه وهو مجتهد ويحضر الخارج أنا شفت بعض الفقهاء مثل شيخ محمد تقي الجواهر رحمة الله عليه كان يباحث خارج ومع هذا يحضر بحث السيد أبو القاسم الغوئي الشيخ التقي الجواهري الشهيد رحمة الله عليه فلما هو يحضر أخوة حتى ومفتجئ أيضا في البحث الخارج وهو يحضر عند الشيخ التقي مع هذا يجمع التلبيب والأستاذ هذا البحث والذين يحضرون الخارج يعني المسألة مسألة تشكيكية وهم درجاء أنا حضرت أنا بتحجي عن نسي حضرت حضورة جرأة البحث حتى أن السيد الصدر القدس الله سره قال لي رحمة الله عليه قال أواكه تحضر الخارج أنا عيش على سطوح قلت نصر الله سكت عنه وليس جواب جاوب عادي إذا أنت وحاضر روح يدرس لكن يا للأسف ما رأيت هذا الجانب فتجرأت وحضرت والذين يحضرون درجاء هناك من يحضر الخارج ويثهم ويستوعب ولكن لا يكتب ما أريد أذكر أسماء من لا يكتب لكن رأيت أختم هذا حديثي بهذا حتى تعرف أجواء دراسة السيد أحمد رحمة الله عليه السيد أحمد قدس الله سره سمحوا لي طولت قوله طولت طولت جاوب أخذ هلأ ويش نعم السيد أحمد رأيته من خير من كانوا يحضرون البحث وكان إذا حضر البحث يسغي أي إصغاء ويكتب السيد يتكلم والسيد الغريفي يكتب يكتب قدر إن كان ما يسمع وبعد هذا أنا أذكر أجي إليه البيت رحمة الله عليه كان سكن في بيت يقوم بالبيت الشيخ عبد العسين الشتري وين جامع جامع الترك هنا وكان ساكن في هذا البيت وأنا ذهبت أذهب إليه بعض السعادة الأمر عليه وأراه لا يكتفي بما يكتب بل يعني يسجل الدروس ويسمعها ويكتبها كما سدلت هكذا كان السيد أحمد عنده متابعة في الدراسة رحمة الله عليه وهكذا كان عنده استيعاب أنا أذكر أحضر البحث وأطلع ما أدري ويلتفت إليه رحمة الله عليه يقول سيد علوين باشر سيد باقر الصدر بيقول كذا 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 كان يذل ما يقول الأستاذ عند أي تلقي عند أي اهتمام عند أي جراسة عند أي مستوى وأنا أذكر كم استفدت منه وصحبته عند بعض أساكدته أنثال السيد عبدالصاحب الحكيم سيد عبدالصاحب السيد محسد الحكيم وهو سيد جليل عالي كبير معروف ولو عاش على لو يكون من كبار المراجع أستاذ السيد أحمد الغريفي قدس الله سرعه ومنهم أستاذ السيد محمد رضا الخرصان رحمك الله سيد الحمد وكم كان مشجعا على طلب العلم وحاثا على الدراسة وذكرت هذا في أيام أربعين السيد أحمد قدس الله سرعه كم كان مشجعا على طلب العلم حتى أذكر أنه في بعض الأحيان في مجلس السيد علومي وغريفي قدس الله سرعه لكن الوقت بجلس السيد حدوها لكنها كبيرة في رتبها أذكر أنه قرأت معه سريعا في بعض مطالب الولاية يعني بحث ولاية الفقيه يقروها قراءة من نفس كتاب السيد الخوئي بحوث السيد أبو القاسم وكان يطرح النظريتين نظرية ولاية الفقير ونظرية الولاية الحسبية الولاية التي تقول يجب أن تكون هناك دولة قبل الظهور والولاية التي تقول أن الفقير يجب عليه أن يكون بما يعجز عن قيامه من يرتب الأمور كما هي نظرية السيد أبو القاسم الخوئي وتلك نظرية السيد أبو سيد مصطفى رحمة الله عليهم أجمعين فكنت أذكر أنه يقرأ قرأت معه شيئا من هذا الظهر وكان يريد أن يتنفس تنفسا علميا وعنده ما عنده لكن أين المتلقي في ذلك الوقت رحمك الله يا سيد أحمد رحم الله من قرأ له سورة الفاتحة تحدث عن الحسين ألقى كلمة محاضرة محاضرة كانت في موسم ثقافي في شترة وهذه المحاضرة تحولت إلى كتاب في القضية الحسينية وأوجد موقف سيد الشهداء عليه السلام في قليل من الكلام كان كثيرا فقال رحمة الله عليه الحسين سلام الله عليه في رفضه ببيعة يزيد أراد أن يخلع ثوب الشرعية عن خلافة بني أمية هذا الرفض يمثل خلعا لثوب الشرعية عن الخلافة أموية وهذه تبقى له كلمة دوية ضاقية وكان كم يهتم بأهل البيت سلام الله عليه حتى السيد أبو سيد محسن تذكر في أيام جبي ذكرت لنا قضية حدثت تذكر هذا مع ثلاثة خطبات بيتوا عندك أبو سيد محسن تذكر أي الله جو تذكر ثلاثة خطبات بيتوا عندك تلك الليلة ولما أصبحت لكرت لهم رؤيا رأيتها فقلت إلى أحدهم دخل السيد المجلس فسلم عليكم إلا أن أحدكم سلم عليه ببرود على كل حال أنا أذكر حسين إلا أن أذكر إيش عندك يا سيد أحمد ما تقرأ عليه فاتحة قال أنا أقرأ عليه الفاجحة قاله الشيخ الخطيبان اللذان معه أجابه قاله سيدنا جوابها عدنا البارحة هو كان يحتيو إيانا ويقل لنا إتوا الطول في المصيبة واجد يقول أنا رأيت السيد أحمد سيد عبد الله حفظه الله رأيت السيد أحمد قد أقبل إلى المجلس وكان بيده كراس أشبه بكراس كتب النساء فيه رثاء للحسين عليه السلام وكان مما قال اقرأوا هذه الأشعار فإنا نحبها لرثاء في عبد الله سلام الله عليك سلام الله عليك يا عبد الله أذكر من الكلمات هي رحمة الله عليك رحبا أن أذكر أشارتي ذكرتها من انفردت في ذكرها يقول سيد علوي قال أتدري لماذا بني أمي رفعوا رأس الحسين لماذا رفعوا رأس الحسين قلت يا ما هو التفسير قال يريدون أن يرهبوا الناس ألا يقتربوا من كرسيهم ويقول لهم هذا الحسين بن بنت نبيكم لما أن مس على الشنا صنعنا فيه ما صنعنا ورفعنا رأسه على الروم يا عبد الله لك بقاء من بقاء شادتك لك بقاء من بقائهم حيث امتبيت إليهم وأحببت إحياء لأمرهم لنساك في السنة التي حججنا فيها سيد أحمد في السنة التي حججنا فيها ونظرنا إلى قبور يا إموت البحرين السيد أحمد لها نظر بقاء سيد تبكي قال كيف لا أبكي وأنا أنظر إلى مظلومي يتياتي إذا جاء عند الظريح كيف يكبل الظريح تلك الأيام ينتعد الفرطة فيقبل الظريح النبي ويعتنق الظريح على سؤول الله أي اعتناء كأنهم عيدين طيبين سلكوا جربك وسلكوا طريقك لكن يا قمر غيب أنا أذكر من الكلمات من الأشعار في ذلك الوقت وأيام المصيبة من رحمة الله عليه يقول أحد الشعراء يقول أحد الشعراء يقول يا قمر غيب قبل الأوام يا قمر غيب كم تبلغت للغيب يا سيد أحمد أربعين سنة ما ذرف على الأرض ما مداهي واخر في أربعين السنة يا قمر غيب تقبل الأوام نحن على عهدك طول الزمان رحمك الله سيد أحمد سيد علمي أخاتبك حيا وميت أبو سيد أحمد رضحنا في ذكرى ابنك السيد أحمد بعد أمر ثلاثة وثلاثين سنة سيد علمي الغريفي رحمك الله رأيت تشييع ابنك تشييع جناد تشيعته البلاد يوم فقدت الشباب كم الذي نعا يشوف ولكن مجدك الأسين لما فقنا علي من الأكبار من كان معه في ذلك اليوم وقد وقع الأكبر على تلك وقد تحير ما لا يصنع يذهب إلى الخير إلى النساء أن يبقى مع هذا الجسد مع جثمانه الأكبار وإذا بالحسين يتحرك من مكان يقول أبن يوسف رحمه الله يقول علي الأكبر يحترن أباه يحترن أباه أي احترام ولذلك كان الأكبر على التراب والحسين واقف على رأسه يقول من الله عطي يقول التفت الحسين إلى ابنه الأكبر اسمحوا لي صوت النعيم ما هو من في العدي يقول لأ ابني يقول لأ أبا أتقف توقف على رأسي آمي وإذا بالحسين يتحرك من مكان يلتفت إليه ابنه الأكبر أبا أراك مشيت عني يقول لأ ابني خرجت علمت كذينا قال لأ ابني يا عاب واجن العمتي عمتي زيانة بعراها اصرخ بيها ملا ثانية محمها يا عاب واجن العمتي يا عمتي زيانة بارا خلها تشجر حي ترى ترى لا يبحشا قلت عقل مهجتي حشا فراغ الله لازم أشي لك لنبخير يا عمي العمي حوك الله أبو يوسف لازم أشي لك للخيام للخيام يا مهجتي وعد السجاك يا سبيعي يا سبيعي عيني وين أنا 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 لاجل تلبك ضل عمي بالشبي الشبي مطر مطر لازمت كل جام تبتل النحر ولكن بليل شرفك يا يا حلو الأخ لعاينة إسماءك يا عدلي والذعب والذعب وليل ما تقدر تنظرك يا بني من الزحب لكن عين الله على صياح النساء وما أبعد الله ونشوف عند رجلك علي اللي إنها ابن شباب شباب ابن أربعين سنة زي الأحمد اذكر شباب كرداء اذكر شباب شيعه شهداء من الشباب الذي شيعه شهداء هو علي للأكبر شيعه كل الشهداء من بني هاشم لأنه أول شهيد من بني هاشم هل بي تقنعدها ونشوف عند رجلك مكعد علي يا حسين مدفور وتسيل دمعتنا ويقروا حبا نحفر ونذكروا وقوفك علي هين هبقروا محظوا 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 الظهر معصيح يبني قتعتني وما من سبس للي ثوى عدري بلي حسين أول ضحية من بني هاشيض الطين وحسينا تقبل عزائنا اكشف همنا بسابتنا فرج عنا يا الله أصلح ما فسد من عمرنا مع كلمتنا على الخير والهدى السيد النجيب الذي اجتمعنا بسببها السيد أحمد الضريفين اللهم صل على محمد وعلى محمد وتقبل منه عمله خيرا قبول يا أرحم الراحمين وحمح برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل منه عمله واحفظه في من ربى وغذى وأعطى وفي بلده الذين غذاؤوا ورضاكم يا أرحم الراحمين وارحمه وارحم أباه ومتعلقكم ومتعلقكم والمؤمنين والمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله عجلنا فرج إمامنا إلى أرواح الأرواح الأممين والمنات والعلماء والشهداء السعادة وخدام ألي عبد الله السيد عليه السلام وإلى أرواح والدينا والديكم وإلى رؤي السيد أحمد الضريفين قدس الله سره نهجي للجميع ثواب الفاتحة والصلاوات اللهم صلي على محمد وعالي محمد